مشاهدين اوصلنا احنا لفقرة كراسي مكس وبهاي الفقرة نخبركم اخبار منوعة منها طريف ومنها غريب منها تكنولوجيا اول خبر هلا مع لينا واسن لينا واسن او لينا او من ان تعرفت على احدا بالغلط بالغلط لا كيف يعني بالغلط يعني هيك صدفة غريبة واشي بالغلط خبري صار بالغلط الخبر عم بحكي عن شاب واحدة وواحد تعرفوا على بعض عن طريق مسج غلط على واتساب وصلتهم هلا البنة عمرها 37 سنة اسمها لينا مش انا بس لينا داها البك اجاه رسالت واتساب افترضت انه من رقم غلط ويمكن ردت وعطت له انه غلط لهذا الزلمة اللي باعت لها الزلمة اسمه مايكل افنجالي عملي 44 سنة وباعت كيف نحط مرات ريمايندر ومكتب انه اخافه وحاطت له حاله كتب اسم فيلم رحلة بنات اسم الفيلم على اساس انه يذكر حاله انه يروح يخبره بالسنما وشكله بعطه انه رقم غلط هذا المسيج وصلت له هاي البنة فبعطت له انه ايش رحلة بنات لا شكلك انت بدك لنا تاني مش هاي لنا مهم ابصل كيف بعدها بلشوا يحكوا كلمه من هون ما كلمه من هون حكوا على الفيلم شوي بعد اربع ساعات رتبوا موعد بعد اربعة شهر اربعة شهر تجوزوا اه سريعين كتير هاي صورهم عم نشوفهم هلا يعني صدفه غريبة بس يمكن تعملي بالنصيب يعني طبعا ممكن يكون انه هو نصيب ما بتعرف كيف تلف تلف في الدنيا وبتلاقي هالحدة بستنى على واتس اوب حلو صراحة الخبر كتير لا يعني انكم نضلوا على الواتس اوب يعني طبعا ولا ايشي على الواتس اوب ممكن يكون صح يا بالضبط اني خبرك الخبر التاني دينا كم مر اكتئبتي او همرك اكتئبتي اكتئب كتير اه يعني اكتئب اه بصراحة ايش بتعملي من تكتئب بنام اه بتنامي اه بنام عادي طبعا يعني وبتعالج عندك الاكتئاب يعني تصحب يكونش عندك الاكتئاب خلص لا اه هي هذيك الفتر كان سيئة اه كنت يعني انا هي قضتلي اربع خمسة شهر بنام 18-16 ساعة بصحب العب جيم برجع بنام بصحب العب جيم براجع بنام بصحب العب جيم براجع يعني انا اذا اكتئبت ما بارف انام بصير عندي مشكلة اصلا بصير بدي انام وما بقدر انام اه هاي العكسية اللي بتيزي زيزي طب شفي هذا الخبر رائع اللي انا هلأ يعني كثير حبيته الخبر بيقول كيف بيعالجوا الاكتئاب طيب الاكتئاب مثل ما حللوا بعض اللي بدرسوا على موضوع الاكتئاب والدكاترا انه الخضار والفواكه كترتها واكلها بتساعد على تقليل حدة الاكتئاب عند الاشخاص تخيل انه فيه اكتر من 300 مليون شخص يعانيوا من الاكتئاب تخيلي يعني قدي العدد كتير كبير والحلو بالموضوع انه شغلات كتير بسيطة بتخليك تقليلي درجات الاكتئاب عندك اللي هي بس انك انت يكون بجدول الاكل تاعك اليومي خضار وفواكه عشان يقدر يقلل الاكتئاب عندك يعني يمكن صراحة انا بعض الفواكه كتير طب هلأ بهاي الفترة من حياتي انا عادي بعيش عموز انا مالي مشاكل زاد الموز برفع هذا الشسمه النظيم السعادة السعادة عند الوحد حلو كتير صراحة فانا ان شاء الله ما بصير عندي اكتئاب بصرح اجربها اذا يشد بالطبيعة بتاعكلي فواكه بأكل فواكه يعني ما بتذكرها يعني ما بيكون الخاطر بالي اعكل فواكه هلأ هلأ لازم نروح نشيكيز فواكه هلأ لازم نروح نشيكيز فواكه هلأ لازم نروح نشيكيز فواكه هلأ لازم نروح على بلاي اوت اللي هي الفقرة اللي نطلع فيها من هيصنا بعد باختصار عن جد من المساكين هلنشوف بلاي اوت وين كنا وشو عملنا ومنرجع اشتركوا في القناة